مجزة بأهم وآخر الأخبار من قراءة عدن الفضائي أهلا بكم أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة مارب الواء سلطان العرادة للاطلع على مختلف تطورات في المحافظة وفي مقدمتها البطولات الخالدة التي يسطرها المقاتلون الأبطال في وجه مليشة الانقلاب الكهنوتية الطائفية الإيرانية بجباهة مارب البطولة والشموخ وحيا نائب رئيس الأبطال البواسل من الجيش والمقاومة ورجال القبائل الأحرار في مختلف جبهات العزة والكرامة في ربوع اليمن الحبيب وهم يذدون بشجاعتهم وسبسالهم عن كرامة اليمنيين وهوية اليمن ومرغون بمشروع إيران الفارسية الخبيث ومليشياته وأطماعه صحاري مأرب البطولة وجبال اليمن الأبية ويكبدون الانقلابيين هزائم متتالية ناقشها رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك في اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجانب والموقف الأمريكي تجاه التصايد الحوثي المستمر بيعاز من النظام الإيراني وتقويض المليشيات الإنقلابية لأي خطوات نحو السلام وأكد الجانبان تطابق وجهة النظر بين الحكومة والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضاء خاصة إدانة استمرار التصايد الحوثي والسداف المدنيين والنازحين في مأرب وبقية المناطق اليمنية وكذل اعتداءات على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليسية والطائرات المسيرة استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام مملكة الحوثي الإنقلابية بإطلاق الصاروخ الباليسي بتجاه مدينة الرياض في اعتداء إرهابي ممنهج أو متعمد للأعيان المدنية والمدنيين في المملكة ويعكس تحديها السافرة للمجتمع الدولي واستقفافها بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابتة والدعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها في كل ما تتخذ من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الأرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها بحث رئيس مجلس القضاء لعلى القاضي علي ناصر سالم بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس فريق البرامج الإنمائي للأمم المتحدة يو اند بي الدكتورة لوسي ماثيسون تطوير المنظومة القضائية في اليمن واحتياجات السلطة القضائية خصوصا في جانب التدريب والاستفادة من البرامج والدعم في هذا الجانب كما استعرض القضايا التي تم تنفيذها في اللقاءات السابقة والإنجازات والخطوات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأشهد رئيس مجلس القضاء بالدعم الذي يقدمه برامج الأمم المتحدة للسلطة القضائية في اليمن وسبل الاتقاء بمنظومة القضاء في كافة المجالات أشهد وزير الإعلام الثقافة والسياحة معمر الإرياني بالقرارات التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الربو منصور هذه رئيس الجمهورية بشأن عادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة عمل البنك منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العصمة المؤقت عدن في سبتمبر 2016 وحتى نهاية العام 2021 وأوضح أن القرارات تدشين لمعركة أعلنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بالذكرى الرابعة والخمسين للثلاثين من نوفمبر وتأكيده أن الانشغال بقتال ميليشيا الحوث المدعومة من إيران لن يثني الدولة عن التصدي لمن يستغل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا نهاية المجلس أشكر لكم مواطيب المتابعة للقاء ترجمة نانسي قنقر